عادل هي يا حبيبي انت مشغور ولا حاجة؟ لا يا ماما انا اصلي كنت بكتب شوية اشعار كده هو يعني جات في دماغي بس ملافقتش معايا خير يا ماما في ايه؟ لا خير ان شاء الله ده انا كنت اجيالك مخصوص بخصوص حلوة المولد ماما انا قلتلك حلوة المولد دي انا مش اقدر اجيبها سعر العيل باعلي جدا اجيب حلوة مولد لي يا ماما ومين قالك يا حبيبي ان انا عايزك تشتريها دي من الكماليات مش من الاساسيات الله عليك يا ماما ربنا خليكي لينا يا ماما يا عقلة ايه الحلوة دي؟ بقولك ايه؟ انا باقترح عليك انك تعمل حلوة المولد بأيديك اعملها بأيديها ازاي؟ انا كل علاقة بحلوة المولد ان انا باكلها وبتبوز لسناني بس يعني اصل انا زمان بس ما تقولش لحد ايه خير ايه كنت مدمنة شكلامة انت كمان ولا يا ماما؟ لا بتشرع عليا ده انا كنت باشتغل في مصنع حلوة مولد مصنع حلوة مولد ايه ده؟ ايه الاحلوة دي؟ انت ما اقولتنش عالموضوع ده قبل كده يا ماما اكيد كنت قبل ما تتجوزي بابا weee؟ لا، عقلت رضي في المصنع ده اسبوع و عشرة ايام لقطت الصنعة و بعدين سبتهم وبعدين حلوة المولد دي رخيصة قوي لما تعملها وبتكسب كتير قوي تكسب كتير طيب بص يا ماما ده ممكن يبقى مشروع كويس قوي انا هتفق معاك على تفق انت بخبرتك، الطويلة اللي هي اسبوع عشر تيام في مصنع الحلاوة وانا بفلوس اللي مش عارف هجيبها منين وربنا يكرمنا ونعمل علبة حلاوة رخيصة ويبقى شعارنا علبة حلاوة جنان لكل غلبات